السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في مقطع جديد خلونا نقول شطحة جديدة لأن الفترة الخير قاعد أشطح ألعاب، سيارات، ميكانيكا، كمبيوتر مقطعنا اليوم عبارة عن تركيب قطاع بي سي طبعاً قطاع الكمبيوتر هذه طلبتها من موقع ووصلتني فقلت ليش ما أركبها بنفسي وأصور عنها مقطع وأتمنى أن يعجبكم المقطع هذا بحكم خبرتي في تركيب البي سي اللي هي صفر طبعاً ما قد ركبت بي سي بنفسي ممكن عدلت كم حاجة بس تركيب كامل ما قد ركبت بي سي فعشان كذا خلونا نجيب العيد مع بعض خلونا نبدأ بالقطاع حبة حبة طبعاً راح نبدأ بالمعالج، المعالج عندنا جماعة الخير AMD Ryzen 3950x من أحدث وأقوى معالجات AMD اللي نازلة في السوق حالياً فهذا الخيار اللي بناخذ إن شاء الله في البيلد حقنا نجي الكرت الشاشة كرت الشاشة يا جماعة الخير رتي اكس طبعاً نفيديا RTX 2080 Ti الفاوندرز اديشن طبعاً هذا كنت تستخدم في بي سي القديم فقلت خلوني أحطه في بي سي الجديد بالنسبة للماذر بورد عندنا Aorus X570 Ultra ما أدري ليش اخترت الماذر بورد هذي بس أتوقع عشان السوكت حقها عشان المعالج يركب هنا لأن تحتاج السوكت AM40 شي زي كده، الزبدة أشياء ما أدري ما لها معنا صراحة بس ألمم، نروح اللي بعد اللي بعد عندنا المبرد المائي طبعاً المعالج قوي في القوة طبعاً المعالج لاحظة ما قلت لكم مش سالفته 16 نواة 3.5 سرعة العادية لكن إذا سوا بوست والمفروض أن يسوي بوست يوصل 4.5 فمعالج مرة مرة سريع غالباً راح يحترف عشان كذا يبغى لك أفضل تبريد مائي طبعاً هذا التبريد اسمه NZXT لاحظة قلبت هنا Kraken 27 72 Kraken X72 طبعاً ثلاث مراوح اخترت هذا التبريد لأنه صراحة ما كان فيه لأهو متوفر في الموقع وكويس كنت أحتاج مراوح RGB ومدريش ألوان بس ما لقيت إلا هذه اللي تكون RGB فلش لا؟ عندنا الباور سبلاي EVGA ألف واط لش ألف واط؟ كان يبدينا أخذ 850 أو 750 وتكفي لكن احتمالك سر السرعة وأنك تزيد أفضل من أنك تنقص يعني تخيلة تأخذ واط أقل وتتورط أن يكون مش كويس فخلك تزيد أفضل من أنك تنقص فلسفة الزبدة نجي للرام الرام يا جماعة الخير عندنا جي سكل DDR4 تقريباً 64 أربع ستيكس أو أربع رامات كل واحدة 16 المجموع 64 فأنت إذا بتأخذ بي سي مره خرافي يبغى لك تأخذ كل شيء خرافي يبغى لك يعني تأخذ الأفضل وRGB طبعاً تولى لمبات ونجي للستوريج عندنا الستوريج يا جماعة الخير M.2 Corsair MP600 هذه من أسرع M.2 الموجودة في السوق طبعاً هذه 2TB وهذه الثانية 2TB يعني المجموع 4TB تخزين فقط للجهاز هذا ممكن بعدين أشتري SSD لكن موقعتين من ركب هذه وش اللي نسيته؟ الكيس طبعاً شريته من هنا ما شريته من بره لأن أسعارها غالية وكان التوصيل غالي برضه فقلت ما عندي اللي هنا واخترت الكيس هذا مو مرة واو بس إنه كويس طبعاً هذه مراية اللي هنا ما هي مجرد قزازة عادي وبس هذه القطع اللي راح نركبها اليوم وخلونا نروح نجيب العيد مع بعض طيب الـ Build هذا وش الأشياء اللي راح نحتاجها عشان نسويه؟ أولاً دريل مو مو دريل هو يعتبر مفك بس إنه كهربائي يعني يساعدك ويسرع لك الشغل ومدريش زي كذا ترجع ويستغل بالكهرب أو بالبطارية عفواً وعندك كل المفكات اللي هنا اللي تحتاجها زي ما تشاهدين هنا المهم الشي الثاني نحتاج عدة صغيرة للأدوات الدقيقة ومدريش مفكات صغيرة أنواع واشكال وعندنا مفكين واحد صغير واحد كبير وعندنا أهم شيء التري هذي أو الماغنيتك تري يسمونها هذي إش فايدتها؟ إنك تحط فيها مسمار ما عاد يطيح تهز ما يطيح عشان تجمع المساهمين وما تضيعها ومدريش فخلونا نبدأ ونركب الجهاز مع بعض طيب أول خطوة نسويها نطلع الماثر بورد من الكرتون حقها ونحطها فوق الكرتون عشان نقدر نركب القطع والأشياء عليها أوكي وهذه الماثر بورد خلونا نأطيها الوضعية الله حلو أنك تفك شيء جديد كده بس أني قاد أخرب بس طيب بعد ما فكين الماثر بورد أول خطوة أو أول شي تركبه السي بيو أو المعالج بسم الله طبعا انتبه وانت تتعامل مع المعالج لأنه شيء جدا جدا دقيق فانتبه عشان ما تعفط البنز هذه أو المسامير اللي موجوده في المعالج طيب طريقة التركيب في زي النقطة هنا دور النقطة الثانية المقابلة لها في الماثر بورد نفسه تفتح الشيء هذا ما أدري واضح هنا أي واضح تفتح الشيء هذا بعدين تأخذ المعالج وتحط كده لا تضغطه ولا تحط أي براشر ولا شيء بس حطه كده وخلاص بعدين تسحب هذه وتنزلها هنا وهي اللي راح تثبت المعالج في مكانه خلاصنا بالمعالج الحين نجي للخطوة الثانية اللي هي إذا عندنا امدة 2 أو عندنا هذه الذاكرة اللي تحطها هنا اللي هي الامدة 2 الكورسير اللي وردتكم قبل شيء تركبها وبرضو تركب الرامات طبعا أنا عندي أربع رامات فراح تركب هنا إن شاء الله طيب هذه الامدة 2 حقنا تشوفون قد إيش صغيرة وين تركب؟ تركب هنا بنحط فنتين هنا واحدة وهنا واحدة خلوني أريكم طريقتها كيف أو شي تاخذ مفك مربع أو مفك زائد علامة زائد وتفك هذه هذا طبعا يعتبر الشيلد أو الشيء اللي يمسك الامدة 2 في مكانها ترفع على فوق تبعد من هنا نركب الامدة 2 كذا أوكي سمعتوا الصوت كيف بعدين تجيب المسمار النفس اللي فكيته وتثبتها فيه أوكي يا جماعة زي ما انتوا شايفين ركبنا الامدة 2 بس ما أتوقع أني أقدر أثبت مسامير هنا وراء لأننا أتوقع أنها ثابتة كذا خلاص هنا واحدة وهنا واحدة الحين يبغى أن نركب الرامات طريقة تركيب الرامات سهلة تفك هذه بعدين تفك الرامات ألمهم نكمل لقيت مسامير وثبت في هذا وليس صاروا ما يتحركون تشوفون كيف نرجع للرامات الرامات طريقتها سهلة جدا شوف فيه جزء طويل تشوفون هنا هذا الجزء طويل هذا الجزء أكثر حاولت تسوي لهم الجزء القصير مع الجزء القصير والجزء الطويل مع الطويل ما أدري كيف فهمته أو ما أدري إذا فهمته أو لا لكن طريقتها السهلة جدا ثبتهم كذا بعدين تضغط تسمع كليك يعني أنت كذا كويس نروح اللي بعد طبعا إذا عندك رامين بس تركبهم في يعني لهم لهم زي التعليمات هنا مش وارش راح لكم بس تزيب دعنا عرفتوا الطريق وركبنا الرامات ركبنا المعالج ركبنا الامدة 2 أتوقع الحين المذربور جاهز أنها تروح للبي سي أنا قلت بي سي كيس طيب طريقة تركيب المذربورد في الكيس سهلة جدا أول شي خلونا نفك الغطاء اللي هنا أوكي بعد ما نفك الأربع مسامير هذي نمسك القزاز إذا جهاز القزاز يعني حاولنا ما تطيح وتنكسر عليك هذه نحطها في الجن مكان بعيد عننا عشان ما نسكه وحنا نمشي طيب أفضل طريقة عشان تركب المذربورد لازم الكيس يكون من سداح عشان يكون الشغل سهل عليك فنسدح الكيس زي كده طيب بنسوي تأكيد أو تجربة زي ما يقولون عشان نشوف إذا المذربورد حقنا يركب في الكيس هذا ولا لا هو غالب أن يركب إن شاء الله بس يعني تعرفون لازم نكون دقيقين في الشغل حقنا نسينا نفك الجهة الثانية يا جماعة لأننا بنحتاج نوصل للمنطق هذه برضو نحتاج البوكس اللي هنا مو واضح بس إن في بوكس هنا فيه مسامير وفيه أغراض نحتاجها طبع البوكس اللي طلعناه من وراء الكيس فيه الأسلاك هذه زي بتاي سموناها تربيط أسلاك تربيط عشان نشد فيها الأسلاك وكيبل منج منتو مدريش وبرضو معطيناك نوع ثاني من الأسلاك أو من التربيط فيه مسامير مرة مهمة قاعدة تدور لها أتمنى أن يلقاها أوكي لقيت المسامير يا جماعة هذه طبعنا هذه المسامير عشان نثبت فيها المذربورد في الكيس نفسه طيب عندنا ثماني فتحات هنا في المذربورد وعندنا ثماني مسامير إلا مسمار واحد حاولت ثبتها بس ما قدرت لأن مكانها مرة صعب وبرضو المسمار ما قاعد يركب فأتوقع أن سبع مسامير مفروض أن تكون كفاية عشان تمسك المذربورد الحين يبغى لنا نركب كرت الشاشة طبعا تركيب كرت الشاشة سهل مرة بس دقيقة ليش ما نركب كرت الشاشة آخر شي عشان ما يسوي لنا زحمة فكرة صح؟ يب كرت الشاشة راح نركب آخر شي يبغى لنا نركب الباور سبلاي الباور سبلاي بيعتبر من أصعب الأشياء اللي بتواجهنا في التركيب فدعواتكم يا جماعة طيب الباور سبلاي طبعا أنا ما قلت أنه صعب تركيبا هو صعب في التشبيك صعب أنك تركب الأسلاك حقتها لأنه شوي لحسة وقروشة لكن إن شاء الله أنه ما بيصاب علينا شي بإذن الله طيب هذا السلك الرئيسي اللي بيروح للمذربورد لأنه توقع 16 لأنه فيه 24 فيه 24 وراح تركب هنا في المذربورد فخلونا نشوف للمكان المناسب يبغلنا نشبك في G5 PCU طيب سهلة ركبنا أول سلكين في الباور سبلاي هذا يروح للمذربورد نجي الأسلاك الثانية طبعا فيه أسلاك كثير زي أسلاك زي الهارددرايف والس اس دي أنا حاليا ما رح أركب لا اس اس دي ولا هارددرايف بس بنركب الأسلاك ذي للمستقبل يعني يمكن بعدين أسوي أبغريد أو شي أسهل شي في الموضوع إنهم حاطين علامات ترى على كل شي يعني هنا كاتبين لي بيرف أو شي وهنا برضو مكتوب في الباور سبلاي اسم السلك نفسه فهو تشبك في نفس عدد المسامير تأكد إن عدد المسامير نفس الشي طيب ركبنا الأسلاك في الباور سبلاي شايفين قد إيش كمية الأسلاك طبعا فيه أنواع باور سبلاي يجيك السلك راكب فيه على طول من أول ما تشتري ما يحتاج تسوي الطريقة اللي أنا سويتها هذه بس هذه أحسن منظمة أكثر وتعطيك مجال إنك تشيل الأسلاك اللي ما تبغاها إذا ما احتاجتها طيب بالنسبة للتركيب الباور سبلاي مو مرة صعب بس إنه شوي يبالك تشوف لك طريقة مناسبة أول شي تمد الأسلاك تدخل الأسلاك جوة الكيس عشان يسهل عليك الباقي أنا متأكد الحين حقي الكونسل يقول يا عم يشتر لك بلاي ستيشن ولا إكس بوكس وفي الأم ما هبدل القرر وش هذي مدري إيش اي صح كلامك بس نزلي فورتنايت أنا عندي 300 فريم انت عندك 60 وحيناً 50 طيب تأكد وانت تركب الباور سبلاي انك تركب من الجهة الثانية ما تركبك كذا لا يكون خارج خروج هذه مشكلة اللي يروح لاختبار وهو ما ذاكر ولا شيء كده يجيب العيد وبعد معنا يا جماعة ثبتنا الباور سبلاي طبعاً لأربعة مسامير هنا قدام نثبتها فيه وخلاص أموره طيبة ما عاد يتحرك ما عاد يروح الحين يبغى لنشوف حل للحوسة هذه أول شي لازم نشبكه الماذربورد طبعاً الماذربورد يبغى للسلك أكبر السلك موجود في المجموعة ذي الحين بوريكم مياه ثواني بس طبعاً لو تلاحظون السلك حق الماذربورد ينشبك هنا فنحاول نجيبه من فوق أعلى فتحة فنجيب السلك ندفه كذا بعدين نتأكد كيف ينشبك ونقول باسم الله ونشبكه شبكنا سلك الماذربورد إن شاء الله موره طيبة خلونا نفتح من فوق عشان يكون سهل علينا أننا نشتغل مع أني ما أتوقع أن يحتاج المنطقة اللي فوق التبريد المائي راح أركبه قدام ما يركب هنا للأسف لأن المراوح تضرب في الشيء هذا اللي هنا لو تلاحظوا المنطقة هذه مرة كبيرة فالمراوح إذا بركبها هنا راح تضرب هنا ما عندنا مساحة فما لنا أن نركب الرديتر قدام أوكي تغير في الخطط يا جماعة هذه المراوح ما تركب فوق لأن الفتحات حقتها ما فيها ثريدز يعني ما فيها حواف يمشي منها المسمار لازم تثبت على شيء معين زي الرديتر فالمراوح هذه بركبها قدام ما راح يكون فيه لمبات أمامية راح يكون فيه لمبات علوية فقط والشيء هذا محزن قليلا لكن ما عليه والحين يأتي دور خوينا الرهيب هذا الحين يا جماعة والله تعبت نقدر نقول أن الرديتر ثبتنا وخلصنا مننا لو تلاحظون ركبت مراوحتين هنا مراوحة هنا طبعا كلهم يطلعوا الهواء برا هذول الثلاث مراوح اللي تشاهدونه مقدام يدخلوا الهواء يمر على الرديتر يبرد الموايو مدرعيش هو يبرد السي بيو طيب الحين نأتي للكابل مانجمينت والله من أصعب الأشياء هذه بس سهلات إن شاء الله طبعا لو تلاحظون الهوز جاي من هنا لأن تتوقع أنه بيبقى هنا لأنه ما أقدر أحط الرديتر هذا فوق ما راح يكفي فبتبقى الموايق هذة أولا هواج حقه الموايق هذة طيب في الجهة هذة يا جماعة بنخليها آخر شي لأنه باقي كرت شاشة وباقي الأسلاك ذي نشوف لا حل الحين نجي للجهة اللي هنا وهذه الجهة المصيبة صراحة كمية الأسلاك يا رجل والله تخوف طبعا هذه الأسلاك اللي جاي من هنا حقة المراوح اللي شبكتها فوق بقي سلك واحد أو اثنين هذولي هم بسيطين نوعا ما نوعا ما بسيطين طيب نأخذ الأسلاك هذه نأخذ طبعا للكل مروحة سلكين سلك أتوقع للباور والسلك للألوان نأخذ السلك حق اللي يتحكم بالألوان والسراء اللي هو أربع منافذ يكون فيه ليس بهذا لكل مروحة واحد نأخذ ثلاثة يعتبرون هذا الثاني والثالث أتوقع هذا هو يب هذا الثالث نشبكم هنا في هذا يسمونه هوب هذا اللي ينظم المروحة ينظم سرعاتها ينظم مدري إيش طيب شبكناهم هذولي هنا المفروض أنهم يكونون جايين من فوق على تحت يعني هذا يدخل من هنا دقيقة سوي كيبل منج منتع السريع طيب يا جماعة لو تلاحظون هنا مديت سلك للسي بيو أو للمعالج شبكتها هنا فوق طبعا ما كان المعالج فوق الحين نبقى نتخلص من الأسلاك هذه برضو مديت سلكين للجي بيو أو الكرت الشاشة لأن الكرت الشاشة عندي يحتاج ثمانية ثمانية يعني 16 مديت هذول الاثنين هنا خليتهم على الجنب الحين يبغى لنا نشبك الأشياء هذه اللي جيت مع الكيس نفسه زي هذا مثلا ممكتب على شيء بس ما أعرف حق إيش هذا المراوح حق إذا المراوح هذه الثلاثة اللي سويناها كل واحد لها واحد هذا واحد وهذا اثنين والثالث تحت بنسحب عليه ذي نخليه بعدين لكن زي هذا مثلا هذا برضو المراوح سحب عليه هذه لليو اس بي اليو اس بي حق الكيس نفسها يبغى لنا نشبكها هذا للأوديو إذا بنشبك سلك سماعة في الكيس نفسه بنشبكه هنا تحت بعد شوي هذا إذا ما خاب ظني والله ما أدري صراح حق إيش هذا أوكي شبكة الأسلاك تقريبا كاملة إلا السلكين هذولي طبعا هذول السلكين حقين إيش هذي حقة الأزرار اللي فوق هنا في الكيس نفسه إذا بغى شغل الجهاز هذولت زر هنا ويشتغل لكن ما لهم مكان في المادر بورد عندي في فيش ثاني استغربت من وجوده يمكن هو اللي يقوم بنفس الدور حقهم فخلونا نقول إن شاء الله أنه هو هو السلك هذا هو اللي يؤدي نفس الغرض فما يحتاج أشبك الصغارة ذولي فالحين عندنا السلك هنا في مكان ما هذا هذا السلك نشبكه في البومب حقه السي بي يو وهو اللي يتحكم بقوة البومب سرعتها ويتحكم بالأنوار حقتها ومادري إيش الحين لو تشوفون هنا طالع لنا خلونا نسدح البي سي شوي هنا طالع لنا ثلاث أفياش الأفياش هذي نشبك فيها الثلاث مراوح اللي كانت عندنا هنا حقه الرديتر الأمامي عشان المعالج نفسه يقدر يتحكم بالمراوح هذي بس تدريوش المشكلة إن سالفاتها صعبة مدري كيف بشبكها الحين طيب شايفين الحوسة كيف زحمة السلاك هنا فأتوقع أني بفصلهم بطلعهم من ورا الجهاز من الجهة الثانية وبخليهم يتقابلون هناك حنا المحروض نكون جاهزين نركب كرت الشاشة بس خلونا نتأكد على السريع المعالج مشبوكة كهربة موجودة المراوح حقتها مشبوكة بس باقي سلك واحد السلك هذا إلى الحين ما أعرف شفايته أوكي الحين أعرف شفايته السلك هذا جماعة الخير هو اللي راح يتحكم بالألوان من داخل الجهاز يعني أقدر أنا أحمل سوفتوير للمبرد حقي وأتحكم بالألوان فشيبغالنا نشوف نطريقة عشان نوصلها تحت المذربور تحت لأنه راح ينشبك هنا في المنطقة اللي هنا تشوفون في المنطقة هذه راح ينشبك في واحد من الأسلاك هاي أوكي يا جماعة جاهزين خلونا الحين نركب كرت الشاشة طبعا تركب كرت الشاشة سهل حاول أنك تركب في أعلى هذه في أعلى مكان يركب في كرت الشاشة فبالركب هنا يبغى أن نشيل هذولي في مسامير هنا يجون على الجم تفكهم وتطلع زي الحماية هذه اللي وراء عشان تقدر تركب الكرت الشاشة طبعا بعد ما تركبه أضغط الكرت على جو اللي تسمع صوت كليك عشان تتأكد أن هذا اللي وراء مسك الكرت والكرت ما راح يتحرك من مكانه الحين نجي نثبتها ركبنا الكرت في مكانه بس ما تقدر تشغل لين تشبك الأسلاك حقته اللي هي قبل شي وصلتها هنا بعد رجعتها عشان حسيت أنها قادة تسبب لي زحمة فالأسلاك راح نطلعها من هنا هذا السلك الأول وصل مفروض نطلع متحت أحسن أصبر وهذولي السلكين خلونا نقول بسم الله نشبك السلك الأول هنا أوكي كذا بإذن الله أننا خلصنا الجهاز حقنا كل شي بإذن الله كويس ما راح أقفل ما راح أسوي كابل منجمنت لين أشغل وتأكد أن الجهاز يشتغل كويس لأن أول جهاز لي ما أدري صراحة كيف يكون الشغل فنقول بسم الله ونأخذ السلك ونشغله أوكي يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم دقيقة بجيب اليو اس بي فلاش إذا أشتغل نثبت ويندوز على طول نقول بسم الله أوكي الشي الحلو أنه يوصل الكهرب الشي اللي مو حلو أن الأسلاك الصغيرة هذيك اللي قلت لكم عنها شكل لازم نشبكها محاولة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم بس خلال الكهربة توصل يس يس بس لين المراوح شدين حيلهم كده أوكي أوكي شتغل هنا أوه حركات يتنور بعد آه كلها سينك تشوفون المراوح كامل سينك مع بعض أتوقع أن يقدر أتحكم فيها خلاص شفين ما يشد حيلة ذا دقيقة تهكد المراوح الأمامية شغالة يس 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 شغالي 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 موسكو اشتغل يا جماعة اشتغل يس والله أدق لنفسي تهيي أوكي يا جماعة الحمد لله أعتبر إنجاز بالنسبة لي لأن أول مرة أركب جهاز يعني أول مرة أركب جهاز يعني أول مرة أركب جهاز يشتغل معي يشتغل أول جهاز يعتبر بالنسبة لي هذا السيتب طبعا بيكون بسيط هنا الويندوز عندي بركبه في الجهاز بيكون كل شي كويس بسيق الكابل مناجمنت بإذن الله يكون هذا جهازي الأساسي فأتمنى الفيديو أعجبكم لا تنسوا تحطوا اللايك اللي استفادنا من المقطع هذا أنك لا تركب جهاز بنفسك في بيدكم لما يأخذ وقت مرة طوية أخذ مني أربع ساعات تقريبا والحمد لله بس أنا سعيد جدا بالأداء حقدي لا تنسوا تحطوا اللايك تشرك في القناة واتجلوا تنبيهات السلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة